بيرسي تاو يوافق على الانتقال إلى الزمالك بشرط مذهل تعرف عليه أبدى الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي موافقته المبدئية على الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد أن تلقى عرضاً رسمياً من أحد وكلاء اللاعبين الذي طرح عليه فكرة الانضمام إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد مصدر مقرب من بيرسي تاو في تصريحات خاصة أن اللاعب وافق على الانتقال إلى الزمالك بشرط وحيد وتكشف التفاصيل أن تاو يشعر بالراحة في القاهرة ويرغب في تغيير وجهته بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يسمح له بالتوقيع مع أي ناد في يناير المقبل دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية للأهلي وذلك كونه لاعباً حراً وكانت الأنباء قد انتشرت مؤخراً بشأن احتمال رحيل بيرسي تاو عن الأهلي في يناير المقبل أو بنهاية الموسم بعد أن أعلن مسؤولو النادي عدم وجود نية لتجديد عقده ويرجع سبب رغبة اللاعب في مغادرة الأهلي إلى العلاقة المتوترة بينه وبين المدير الفني مارسيل كولر حيث وصل الأمر إلى نقطة لا عودة في علاقتهما المهنية وحدد بيرسي تاو شرطاً واحداً للانتقال إلى الزمالك وهو الحصول على راتب سنوي لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار مع توقيع عقد يمتد لمدة موسمين ويعد هذا الطلب منطقياً بالنظر إلى أن الصفقة ستكون مجانية ولن تتكبد خزينة الزمالك أي أموال مقابل التعاقد مع اللاعب مما يفتح المجال للتفاوض بشكل مرن حول تفاصيل العقد في الوقت نفسه أكد المصدر أن وكيل اللاعبين الذي يتعامل مع بيرسي تاو سيتواصل مع إدارة الزمالك لعرض شروط اللاعب في انتظار تحديد موقف النادي من قبول العرض أو رفضه كما كشف المصدر أنه من المتوقع أن يتلقى تاو عروضاً أخرى من أندية خليجية وجنوب أفريقية وهو ما قد يضيف عنصراً من التحدي والتنافس على الصفقة في الفترة المقبلة من جهة أخرى يتابع جمهور الزمالك بترقب شديد تطورات هذه الصفقة خاصة أنها تأتي في وقت حساس بالنسبة لفريقهم الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين على مستوى عال